تتميز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين منذ أن أسس لها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أنها تسير وفق مبادئ وممارسات ثابتة وراسخة وبما أن عملية الانتخابات تعتبر ركزة أساسية في هذه المسيرة فقد شدد قانون الانتخاب على عقوبة الجرائم الانتخابية من أجل ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية خطت المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين خطوات متقدمة وراسخة نحو ترسيخ أسسها السليمة ومبادئ ممارساتها وبما أن عملية الانتخابات لبنى أساسية في المسيرة الديمقراطية فقد حرصت المملكة أن تتمتع عملية الانتخابات بدرجة عالية من الشفافية والضمانات الكفيلة بإقامة انتخابات نازيهة وحرة بدءا من الإدارة والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في جميع مراحلها والسماح للجمعيات الأهلية بالاشتراك في مراقبة الانتخابات ومن هذا المنطلق فقد اتجهت إرادة المشرع البحريني إلى تشديد عقوبة الجرائم الانتخابية لتحقيق أكبر ردع عام وخاص وسعيا لأن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الفعل الإجرامي فقد تم تصنيف الجرائم الانتخابية وفقا لما ورد في قانون الانتخاب إلى الجرائم المتعلقة بالإخلال بعملية تسجيل الناخبين والجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية والجرائم المخلة بحرية التصويت والجرائم المتعلقة بخرق شروط السرية والجرائم المخلة بعملية الانتخاب إن تجريم بعض الأفعال المؤثرة على العملية الانتخابية وعلى الرأي العام سواء كان بالمساس بها أو العبث أو الإخلال من أجل ضمان نزاهة وسلامة وحيادة العملية الانتخابية وصيانة وحماية إرادة الشعب وسلامة وصحة المجالس المنتخبة